عشان ده سؤال ناس كلها ناس اقتنع عن كل الموجودين على سوشال ميديا على قلبكو قدي كده ايوه ممكن الكلامة مضادة كتير على قلبكو قدي كده ماشي عندكو فلوس قدي كده والناس تقولك بص ده تلاقيه بياخد بالفيديو ده على اليوتيوب مش عارف ايه وده مش عارفة كم مليون دولار وقصص كده اه اه يعني مثلا اعلان الكان سوري الفيديو الكان والكانت اه بقى شركة كزا اه ده انت بص ده انت واخده فيه كام ده ده انت مثلا مثلا لو انا مثلا بطلعت في برنامج مثلا اه ما انت بقيت تجري ورا الشهرة طب انا بقى لي خمس سنين وطهونة قدامك على سوشال ميديا ليه ما طلعش اقول فكرتي على الميديا او الميديا بتهتم اصلا بالنوع ده من المحتوى فهماني الفيسبوك عشان بس الناس بس تفهم الفيسبوك اجمع مش بيجي فلوس الفيسبوك بيتدفع عليه عشان يوصل للمحتوى بالزبط وفكرة انه 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 الواحد بيعمل اعلان او الكلام ده هو ده ما بيحصلش بس حتى لو حصل هو ايه المشكلة ان السوشال ميديا تبقى مصدر رزق الناس هو انت عايز يعني الناس مثلا تقولي ايه كفاية بقى تعملي اعلانات قدلنا محتوى يعني هو انت هتوقع تتفرج على المحتوى التعلم انجليزي وانا هابات في الشارع ولا فهم ما قصدي ده انكيس انه هو بيجيب فلوس اليوتيوب او طعا اليوتيوب بيجيب فلوس بس بعد عدد معين من الفولور بيجيب فلوس للمحتوى الي احنا كنا متكلم عليه من شوية ده اللي هو بيجيب ملايين 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 المشاهدات بشكل مش طبيعي مش المحتوى اللي هو الهدف مش بيتقدر المحتوى الهدف قدما لانه في خضول وكطفول ده انا اقول حضريك النسبة بسيطة لو انا جايب مليون فيو انا كعمر جايب مليون فيو على اليوتيوب ممكن اجيب ستين دولار شافر اللقم ستين دولار اه كأنا كعمر مليون فيو ده لما جيب مليون فيو على اليوتيوب ستين دولار سبين دولار بالكتير لانها بتتحسب على نسبة مشاهدات جايلك من الانهي بلد اه لو مليون واحد مصري فتبقى اقل مليون واحد امريكي بتبقى اقل وده الفكرة كلها مليون واحد سعودي بتبقى ازياد بيبقى نسبة تناسب فالارقام مش كبيرة فلازم تجيب انت ملايين كتير في الشهر عشان تبقى فلوس كتير وملايين كتير وعليها اعلانات لكن انت هتجيب بس المشاهدات مثلا 10 تلاف فيو في كل فيديو 20 ألف 50 ألف 100 ألف فمشي تعمل معك ارقام كويسة أبدا مش يبقى مصدر رزق تسيب كل حاجة وتشتغل فيه بزاو بتعتقد هو الفكرة انه لو فيه مكسب وفي البداية بيكون بسيط من الاعلانات متكوي شكلك ساكت فشكلك ايه بفضل فلوس قد كده من عندي مبدأ تالت خالص فيها ايه لما اعمل فلوس اه بزاو انا بتعب في الفيديو زي بعملها بتعب في اللي انا افكر بتعب في الكتابة بتعب في التصوير بعمل فلوس تمام كل الناس بتعمل فلوس لما لو مسكن بقى التواصل ميديا نمسك بين الموصلين نمسك الموزيعين والموزيعات انت كمان بتصرف على نفسك بتصرف على يعني مثلا انا بحب جدا انا ببصرف بطلع سفر واسكاي دايف واعمل ومش عارف ايه وبروح البلاد انا بصرف عشان اعمل ومش بصرف وبحوش انت مالك تمام انت مش ببسوط انت الحياة معك عافية انت السؤال اصلا متوجهلك غلط لا انا يعني ايه الفكرة في ايه الفكرة ان هم مفيش مشكلة ابدا ان حد يشتغل طبعا ياخد فلوس دا الطبي طبعا تتعب ولكن الناس عندهم طبع فيه تهويل ان ايه انتو او المواصمين بسؤولت بيعمل كده مع مين هم بيهولوا الموضوع على الناس اللي ما بتقدمش محتوى اه وجدهم محتوى فيه ناس ما بتقدمش محتوى فعلا من اسم المحتوى بتقدم فيديوهات بجد يعني بتجيب فيوز هبل وتعمل فلوس انا عن نفسي بقول هم مستهلوش جنيه انا عن نفسي اهو انا بشتغل في الميديا دي وبقول دول مستهلوش لكن الناس مثلا زي عمر زي ماي اللي بيعملوا محتوى محدش اعتقدش ان حد بيجيدي يقول دول بيعملوا فلوس لهم عارفين ان هم بيتعابوا بيعملوا حاجة فعلا بالزبط 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 بالزبط